بالتأكيد هو سؤال مقرر عليك ولكن دائما لابد من سماع إجابة من مسؤول رسمي في الاتحاد الأوروبي لقرة القدم ودائما يتم ذكر بطولة السوبر ليج تم إلغاء الفكرة مرة أخرى يقولوا أنه ممكن تقام في المستقبل ما هو الموقف بالنسبة للسوبر ليج؟ هل هي مجرد ذكرى واقتراح انتهى للأبد ولا وارد نشوف سوبر ليج في المستقبل في قرة القدم الأوروبية؟ أعتقد أنه في الوقت الحالي لا نستعنه خطر في هذا الأمر ولقد تم إنهاء الأمر حاليا ولكن الآن هناك الشامبيونز ليج دوري الأبطال فهناك العديد من الفراق التي تشارك في السوبر ليج وله تاريخه وهو مشروع رائع ولكن أعتقد أن الكرة الأوروبية لن تتقبل أبدا بطولة السوبر ليج التي يشارك فيها القليل من الفراق فأي فريق جاد سيشارك دائما في دوري الأبطال ولا نشارك في السوبر ليج فهو مشروع لم يعد موجود حاليا تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم ده كان بسبب ضغطات الأندية التي كانت ترغب في إقامة السوبر ليج ولا تغيير جاء تبقى لأفكاركم أنتو كالتحاد أوروبي أعتقد أنه تم اتخاذ هذا التعديل فقط لزيادة عدد اللعيبة وعدد الفراق المشاركة وإعطاء الفراق لأكثر الفراق للمشاركة في هذه البطولة المهمة وحتى لا تقتصر فقط على الفراق الكوبرى وإعطاء الفرصة للأندياء الأخرى لكسب أعديد من الأموال من خلال المشاركة في دوري أبطال أوروبا وتطوير الفراق وفراقهم ولكن أعتقد أنها عندما ستبدأ بهذا العدد الأكبر من الفراق سيكون ممتعا جدا وسيكون مفيدا جدا